وصف مجلس النواب داء حكومة الوفاق الوطني بالفاشل وذلك لعجزها عن توفير الأمن والاستقرار ومكافحة التهريب وتوفير الخدمات الأساسية الصحية والتعليمية وعدم التفاتها لوضع المغتربين اليمنين في الخارج وأوضح أعضاء مجلس النواب خلال استجوابهم لليوم الثاني حكومة الوفاق الوطني بحضور رئيسها محمد سالم باسدوة أوضحوا أن الحكومة فشلت في توفير الطاقة الكهربائية والبدائل الفعيلة لمعالجة هذه المشكلة فضلا عن عجزها عن توفير المشتقات النفطية والانقطاعات الدائمة في إمداداتها ولفترات طويلة كما فشلت في تحسين مستوى الخدمات الصحية والدوائية المقدمة للمواطنين بل على العكس من ذلك الزاد تداهور تلك الخدمات بشكل مستمر حتى أصبح سوق الدواء في اليمن يعج بالأدوية المهربة واشر أعضاء البرلمان إلى عجز الحكومة عن جرائم التقطع والخطف وتفجير أبراج الكهرباء وأنابي بالنفط برغم معرفة الحكومة بمنفذي ومرتكبي الكثير من تلك الجرائم هذا وقد قرر مجلس النواب بالاتفاق مع الحكومة تمديد الاستجواب إلى الغد أيضا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر